شايف المنافسة ازاي بقى في الزمالك وانت راجع تانى مع حازم امام مع المسلوسى اكيد هيبقى فيه منافسة بس فيه كابتن حازم وفيه كابتن حمزة مسلوسى اللي اتنين لعب اجبار واحد متخب مصر واحد متخب تونس اكيد المنافسة صعبة بس اه العادة عادة مهاجدك بقى للمباراة الحاسمة في طريقك مباراة في الظروف صعبة مباراة نهاية افريقية مباراة الكارد دي بقى انت تحطيت هتلعب هتلعب مفيش غيرك انت اللي موجود وانت اللي هتلعب وصف لي بقى شعورك قبل المباراة ولمى عرفت انت هتلعب وازاي بقى لسا لعيب صغير ودخل على مباراة بهمية المباراة دي لأ انا لعبت نص نهاية افريقية في المغرب يعني كان اللعب اكولها بصراحة جنبي وقافة جنبي يعني ممكن ان اليه كون المباراة دي هي اللي خلتني اكون مش خايف موتش انا افريقية اللي أنا ألعب نصف نهائي أفريقيا برّة ومع فريق زي الرباء اللي ما يخليني اللي أنا مثلاً ماتش النهائي ده مفيش أي خوف ومفيش أي حاجة لعبت هناك نصف نهائي ولعبت هنا خلاني لما أنا مثلاً هم قالوا لي أنت هتلعب النهائي ما كانش فيه خوف جوايا اللي أنا ألعب النهائي عادي ما كانش فيه خوف خالص كنت لأ أنا كنت نازل واسك 100% لأنا هكسب بس أكيد قبل المباراة مدير الفن تكلم معاك اللعبة الكبرجة تتكلمت معاك خاصة أن أنت بتلعب على لعب كان من أفضل لأكت البطولة دي عالي معلوك لا خالص يعني اللعبة كانت بتكلم معايا في حاجات في الملعب بس يعني مش تكلم اللي هو محدش يقول لي أنت ما تخافش أو كده لأ هم عارفين اللي أنا كاي كان مش خايف وأنا ما كنتش خايف من ماتش وما كنتش خايف خالص إحنا كنا يعني أنا كأحمد كان بالنسبالي الماتش عادي بقى يعني هو قاة صعبة وأنا كان نفسي بجد أكسب عشان جمهور الزمالك مش أكثر أنا كان نفسي أكسب بماتش عشان جمهور الزمالك مش أكثر عشاني وعشان جمهور الزمالك بس زيلت إن البطولة راح أه طبعا أه طبعا زيلت قوي قوي كمان حسيتني هي كتور رايبة منك في بعض الأوقات من الموارات كانوا رايبة جدا 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 في يعني من مثلا هما جابوا الجون الأول من بعدها إحنا ناجبيني الماتش التسعين دقيقة إحنا الأفضل في الماتش التسعين دقيقة يعني كان البطولة كانت قريبة مننا جدا حسيتم مكورة حسين الشحات دوعت اللي إحنا هناخد البطول دو يعني عاون مكورة حسين الشحات دي جات في أعضاء إحنا هناخد البطول ده كان إحساس جوا أه طبعا بس عايد الحمد لله متأثر أوي من أكيد الموضوع أه طبعا وكل ما افتكر هزعل وكل ما اشوفها على الموبايل بتاعها زعل بتزعل كون من الكوميكس اللي بيحصل من الفيديوهات لأ أنا مثلا لو شفت أي صورة بازعل أنا لحد دلوقتي بشوف كوري تزيزو لحد دلوقتي اللي جات في العرض اللي جات في العرضة مستحيل ترجع تاني مستحيل مثلا هو تيجي في العرضة وترجع الترجع اللي ملعب تاني كان نفسك تبقى جون اه طبعا مصيف لي بقى جون أفشا القاضي جون أفشا جيفت دي أب 85 أو 86 85 احتفلوا لحد دلوقتي تسعين بسيلا بيحتفلوا لحد دلوقتي تسعين هو أول ما الجون جي يعني أنا ما مش بفكر في حاجة اللي في الجمهور وفي الماضي اللي هيديها وإحنا كان يعني حلمنا البطولة وحلم أي حد كان البطولة وخايف على جمهور الزمالك اللي موجود يعني زعملنا على جمهور الزمالك اللي موجود يعني إحنا بعد ما أسلا بعد ما رجبنا الكرة ورجعنا أنا كنت واسك ما في الماء اللي إحنا هنجيب جون التعاجل عشان إحنا تعبنا في البطولة تعبنا في البطولة جدا طبعا إنت بقى ساعتها في الملعب سمع صوت الجماهير كنت طبعا على الخط فقرايب شوية من المدرجات فأنت حاسس إن الجماهير زعلانة خلاص المطش بيضيع في وقت صعب المطش توقيت الجون نفسه صعب صعب إن إنت ترجع تاني خلاص إنت هنا إنت بتقول لي إحساسي إن أنا كنت عارف إن إحنا ممكن نرجع ونجيب جون التعادل مايقستش خالص لما شفت العلوحة الوقت كم؟ بصيت عاللوحة وشفت الديها كم بس قلت هنرجع ونجيب جون كمان ونتعادل بس عارب حصلش نصيب يعني